أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يمكن التوصل إلى حل للصراع السوري في ظل بقاء نظام الأسد في السلطة مضيفا أنه ينبغي تحريج سوريا من الأسد حتى يمكن التوصل لحل من جهة أخرى قال أردوغان أن تركيا أبلغت شركاء بينهم الولايات المتحدة وروسيا وكردستان العراق قبل العملية ضد الأكراد في سنجار بالعراق مؤكدا أنه لن يسمح بأن تصبح سنجار قاعدة لمقاتلي حزب العمال الكردستانية